وينضم إلينا من القدس المحتلة سيد أحمد الصفضي الكاتب والمحلل السياسي سيد أحمد لنبدأ بهذا الخبر الخاص بمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الكابنت وأهم ما تمخض عنه من قرارات كيف قرأت هذه البيانات والقرارات؟ نحياتي أستاذ حسن فودى لك ولجميع المشاهدين الكرام أولا نستطيع أن نقرأها هناك اتجاهين أو سيناريوين ممكن أن نحللهم ولكن بداية هناك تغييرات واضحة بالضغط الأمريكي بهذا الاتجاه وأتت هذه القرارات بالمجلس الوزراء الإسرائيلي على غير عادتها دائما كانت تدير الظاهر حتى للضغطات الأمريكية ولكن هذه المرة تجاوبت مع الضغطات الأمريكية لأن هناك ضغط على الإدارة الأمريكية ومجموعة ضغطات على الإدارة الأمريكية نفستها باتجاه ضغط على نيتنياهو ولأول مرة كانت لهجة بايدل في المحادثة الهاتفية باتجاه نيتنياهو أن يكون إما أن تفعل وإلا يعني سياسة التهديد وإن كانت لفظية وكلامية وعودية وممكن أن تكون غير فعلية ولكن استنتج نيتنياهو أن الضغط الآن جدي وليس اعتباطيا أن تكون هذه المحادثة تزامنة مع العقاد مجلس الوزراء الإسرائيلي لينقل هذا الضغط نيتنياهو بدوره إلى مجلسه دون أن يتخذ قرارا بالتصويت على هذه القرارات التي ذكرتها حضرتك وهذا يعكس أن هناك ضغط عالي على إسرائيل وعلى الإدارة الأمريكية وهناك ضغطات التي نفذت وترجمت إلى قرارات وأهم هذه القرارات لأول مرة قرار بفتح معبر إيرز ومعبر كرم أبو سالم باتجاه إدخال مساعدات من أجدود ومن ميناء أجدود مساعدات أردنية ونفهم أنه أيضا فتح معبر إيرز إدخال مساعدات من الضفة الغربية هذا معناه وبالتالي هناك أيضا تجاوب لضغطات من السلطة الفلسطينية نفسها أو إعطاء دور لهذه السلطة وأيضا إعطاء دور للأردن لأن هناك ضغطات في الشارع الفلسطيني وهناك ضغطات عالية في الشارع الأردني أمام السفارة الأمريكية أنا هيك بقرأ هذا الموضوع ولكن أستاذ الكريم أنا حسب اعتقادي هذا علينا أن ننتظر ونكون حذرين أكثر من مرة تجاوبت إسرائيل وقالت أنها ستدخل مساعدات إنسانية ونتذكر حتى في أيام الهدن وكانت تقصف هذه المساعدات وكانت تلغي هذه المساعدات لأنها تريد أن تتجاوب مع مجلس الوزراء الإسرائيلي ونتذكر أيضا اليوم بعد هذه القرارات خرج بنيكفير من جديد ليصرح بأنه لا تصويت على ذلك وأنه يجب مقايدة المساعدات الإنسانية مع الأسرة إذن هم يقوموا بالشيء وعكس بنفس الاتجاه يريد أن ينفسوا الضغط الإسرائيلي الداخلي والضغط الأمريكي والضغط الدولي والأوروبي خاصة بعد حادثة قصف البعثة المطبخ العالمي للإغاثة الدولية التي أثارت كل العالم وأثارت درجة داخلية في أمريكا أستاذ حسن تفضل نعم هل ثمت علاقة بين هذه الخطوة وخطوة اجتياح رفح ربما تريد إسرائيل أن تبيض وجهها ولو بشكل بسيط تمهيدا لعمليات اجتياح رفح أم أن الأمر بعيد عن هذا الموضوع ما حدث في قصف قافلة المساعدات أو البعثة المطبخ العالمي سبع أوروبيين أثار ضغطا كبيرا أنا أقول لك لماذا أستاذ حسن لأنه رئيس هذه البعثة أو المطبخ العالمي للإغاثة هو مرشح لجائزة نوبل ولديه نفوذ وتحديدا في الحزب الدموقراطي الأمريكي وهو مارس الضغوطات عالية ولها مصدقية وواضح بأنه يعني محايد دائما كانوا يشيطنوا المنظمات الدولية وخاصة الوكالة الغوث استطاعت إسرائيل أن تشيطنها وتقنع الإدارة الأمريكية أن بعضهم بعض الموظفين شاركوا بالسابع من أكتوبر وأوقفوا المساعدات عن هذه الوكالة حتى لا يبقى أي مؤسسة دولية تفعل وتعمل وتكون شاهد على جرائم الاحتلال فهم أرادوا أن يخرجوا كل المؤسسات الدولية والصحافة الدولية والصريب الأحمر وكله ولكن تبقت هذه المنظمة ولا ننسى أن هذه المنظمة أيضا فيها فاعلين بريطانيين هم أعضاء كانوا يعني قيادات وجنرالات في بريطانيا متقاعدين ولهم ارتباطات في المخابرات البريطانية وبالتالي هي ضربة لأمريكا ولبريطانيا وأحد أيضا القتلى هؤلاء التابعين للمنظمة تابع لأمريكا فضلا عن إسبانيا وهي أثارت كل العالم بهذا الاتجاه لم يستطيع إسرائيل أن تبرر لماذا قامت بالقصف وسبب ذلك لأن الموضوع تكرر بثلاث سيارات أستاذ الكريم ثلاث مركبات يعني لو افترضوا أو ما دعوه الاحتلال في أن هناك خضأ فادح يتكرر الخطأ مرة ممكن مرتين ولكن في نفس الحادث يتكرر ثلاث مرات وهم يضعون إشارة وهم مبلغين هذا ما أكدوا فيه هذا يعني أنه ليس خطأ هناك صيرورة لقصف المساعدات الإنسانية وبالتالي هذا يؤكد على الرواية الفلسطينية تتكر موضوع الطحين الذين قصفوا وقصفوا العديد من المساعدات وقتلوا أكثر من 156 مؤظف دوليين قبل ذلك هذا فتح كل الملف أستاذي وأكد على أن الرواية الإسرائيلية كاذبة وخاصة أيضا أنه أتى من قطاع غزة أطباء فلسطينيين وأمريكان الذين عادوا وجلسوا مع بايدن في إفطار جماعي وبلغوه رسائل من الميدان بهذا الاتجاه هناك أيضا ضغطات في الداخل الإدارة الأمريكية على بايدن في موضوع الانتخابات ورفضوا الناس الجلوس مع بايدن ويعني اعتذروا على موضوع الإفطار وأيضا هناك خسارات داخلية لبايدن في عدة ولايات الآن كل ذلك دوافع أدت إلى أن يكون غاضبا على إدارة نيتنياهو التي تضغطه وتسبب له خسارة حتى في العلاقات فضلا عن الضغط على موضوع السفارة الإيرانية والرد والرد الآخر والتحشيد الداخلي وإحراج الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الاتجاه مجموع الضغطات وضغط الدول العربية إضافة الأستاذ الكريم بهذا الاتجاه جميعها أدت إلى هذه المحادثة الغاضبة أستاذ حسين على ذكر إيران الكابنت يقول أن الجيش مستعد لأي سيناريو يخص التطورات سواء على مستوى الجبهة الداخلية أو المستوى الهجومي ماذا تعني هذه التصريحات؟ هذه التصريحات فارغة لم تكن بظهر إسرائيل الإدارة الأمريكية يعني واضح أن كيف خلال ساعات استطاع بايدن التأثير على قرارات مجلس الحكومة وأن يقرر دائماً كان سموتردش يرفض وكل أفراد الحكومة وعلى الإنسان وزير الدفاع نتذكر أستاذ حسن من بداية الحرب 7 أكتوبر لا وقود لا طعام لا كهرباء حتى لا أكسجين أستاذ الكريم لا ماء وكان حصار وفيه معارضة شديدة لفتح أي معبر والضغط باتجاه ربط المساعدات الإنسانية بإطلاق صراحة الأسرة لماذا الآن صمتوا في هذا المجلس؟ وكيف استطعت الإدارة الأمريكية؟ هذا يثبت نظرية أن الإدارة الأمريكية هي شركة أساسية وهي تستطيع أن توقف الحرب وهي أن تستطيع أن توفر الذخيرة بدون ذخيرة الولايات المتحدة الأمريكية لا يقوى الاحتلال على الاستمرار في المعارك والمجازر داخل قطاع غزة فكيف ذلك أمام لبنان وأمام الإيران؟ إيران دولة قوية جداً أستاذ الكريم وحسب اعتقاده فيه هنالك مبرر لردها وخاصة أن الإدارة الأمريكية نفت أن تكون على علم بتنفيذ حادثة الصفارة وقصف الصفارة في دمشق فبالتالي حيدت أمريكا نفسها وبالتالي لا تستطيع الآن هي محرجة إذا شنت إيران هجمة على إسرائيل أن تشارك الولايات المتحدة فبالتالي إسرائيل معزول الآن حتى في هذا الموضوع في هذه الضربة أيضاً المغامرة والرئيسية ولكن علينا أن نفهم أستاذ الكريم حسن أن الموضوع ليس فيه موضوع فقط المساعدات موضوع قصف المطبخ العالمي للإغاثة هذه هي الشعر التي قسمت ظهر البعير ولكن أيضاً الخلافات كانت عميقة بالأساس أستاذ الكريم هناك خلاف على موضوع المساعدات الإنسانية على موضوع رفح بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل وهناك خلافات على استهداف المدنيين وهناك خلافات على أهداف الحرب أصلاً أستاذ الكريم إذن هناك خلافات رأسية عميقة بين الإدارة الأمريكية وأصلاً أستاذ حسن نجم أن نفهم لماذا هذا الاجتماع الآن بهذا التوقيت بالذات ويعني لماذا تصل الرئيس بايدن واستعمل هذه الطريقة إما أن تنفذ أو لا وكلها كانت باتجاه واحد وبطريقة غاضبة أول مرة هذه اللهجة تتفاعل بهذا الاتجاه ولماذا كان التوقيت أثناء الانعقاد هذا يعني أن هناك تعاون ما بين الإدارة الأمريكية والمعارضة الإسرائيلية خاصة جانس وأيضاً لبيد في تواصل مباشر وهناك الضغوطات داخلية والضغوطات خارجية تتعظم على رأس نيتنياهو هذا هو الاختلاف أستاذ الكريم بهذا الاتجاه أستاذ أستاذ ترجمة نانسي قنقر